بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يرعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام غداً الأحد حفل إعلان نتائج مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب للموسم الرياضي 2021-2022 للميلاد وتأتي المسابقة استكمالاً للجهود المبدولة لتحقيق رؤية شاملة وداعمة للأنشطة الرياضية والفكرية والثقافية والمساهمة في العمل على تعزيز وتنمية مفهوم العمل التطوعي لدى الرياضيين في كافة الأندية الرياضية وتعمل المسابقة على تحقيق عدة أهداف أبرزها تشجيع الأندية الرياضية على اعتماد أعلى معايير الجودة والحوكم والتخطيط والتنظيم والإدارة